إذا قيل ما خطورة هذه الوسائل على عقيدتك وعلى دينك بكثرة المتابعين أو بكثرة الأتباع أو بكثرة ما يقالوا فيها فقل إن خطرها ورب الكعبة لخطرٌ عظيم كيف؟ عبد الله بن أبي أميَّة وأبو جهل إثنان فقط فما ظنكم بمتابعين أو أتباع بالآلاف أو مئات الآلاف أو بالملايين إثنان فقط كما في الصحيحين لما حضرت أبا طالبٍ الوفاة أته النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا عم كل إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفي رواي أشهد لك بها عند الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أميَّة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قل لا إله إلا الله ولازال يكرِّران فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب إذن أبع أن يقول لا إله إلا الله خطورة من؟ خطورة إثنين خطورة إثنين فما ظنك بخطورة آلاف أو مئات الآلاف أو بالملايين إما أن يكونوا متابعين يغررون بصاحب الصفحة أن يقول أو يتقاول أو يتقاول على شرع الله أو يقول ما يخالف الشرع وإما أتباع يبحثون عن صفحات تهدم دينهم ما سمعنا بتلك الكثرة من الإلحاد في شرع الله يلحد في شرع الله في وسائل التواصل ما سببها؟ سببها أن بعض الناس لا يدري من هو العالم من غير العالم فإذا به يتابع أي شخص ما راق له من شخص تابعه ولا يدري أنه ربما ينفذ سمومه على أتباعه فيهلك ويهلك الأتباع فكن حذرا كن حذرا إذا كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كان لهم التأثير على أبي طالب من أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يناصره ولذلك عند مسلم ماذا قال أبو طالب؟ انظر إلى تأثير كلام الصحبة والأتباع قال والله لو لا أن تقول قريش ما قلتها إلا جزع الموت وفي رواية خرع الموت لأقررت بها عينك يعني فيصا بين الجنة وبين النار ضاع دينه فضاعت دنيا وضاعت أخراه إلا أن الله عز وجل جعلها خاصة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيخفف عن أبي طالب النار إذ هو في الدرك الأسفل من النار وإذا به يوضع في ضحلح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه انظر رعاك الله فتنبه الدنيا هذه ساعات وأيام إياك وإياك أحذرك أن تحب أو أن تدافع عن شخص يطعن في دين الله أو يلمز في دين الله أو يلعب في دين الله فانتبه فإن المحبة إذا وقعت في قلبك لهؤلاء فهي بوابة للإقتناع بكلامهم ثم العمل بكلامهم بعض الناس يقول أنا غير مقتنع بكلامي هذا الرجل ولكن أنا أدافع عنه حتى لا يتكلم فيه فانتبه رعاك الله أبغضهم في الله على قدر ما فعلوا مما يغضب الله في شرع الله أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات والله إننا لفي فتن في هذا الزمن ما ندري فتن من جميع الجهات من حيث الأشكال والأنواع ولكن ما على المسلم إلا أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا يأمن أحد على نفسه لا يأمن أحد على نفسه تعلق بالله أكثر من دعاء الله التجئ إلى الله وما هو الوصول عليك بقراءة كتاب الله عز وجل والله إنها لجمر على القلب يا إخوان يعني لا يقرأ القرآن عند كثير من الناس نسأل الله السلامة والحافية هالمدارس لما يقرأ فيها القرآن أخطاء في قراءة القرآن تقويم اللسان اللسان لا يأتي بالقرآن بحروفه فما ظنكم إذا ضيعت حدوده تبد أن نرجع إلى الله يا أخي أتبخل على نفسك بالخير أن تقرأ ما تيسر في كل يوم لا يفتر قلبك ولا تفتر أنامل أصابعك من فتح هذا الجوال على وسيلة من هذه الوسائل ولا يمكن أن يمر يوم إلا أن تفتحه والمصحف فيه والمصحف فيه والله إنها من أعظم الحجج إن الله يمهل ولا يهمل إن الله يمهل ولا يهمل فلنتنبه نعود إلى الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علماً وعملاً وخشيةً وتوقى وأن يثبتنا على ذلك ترجمة نانسي قنقر